موسيقى رغم مساعي أنقرة وطهران لتهديئة التوتر بينهما بعد اتهامات تركية لإيران بالسعي لزعزعة أمن المنطقة واتهام طهران لتركيا بأنها ناكرة الجميل تستثمر التطورات الميدانية في سوريا والعراق لتظهر من وراء كواليسها صراعا على النفوذ بين البلدين في إطار الصراع الدولي على هذه المنطقة عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا في مواجهة مع قوات ميليشيا سوريا الديمقراطية التي يدعمها الروس والأمريكيون والتي أظهرت لونها الحقيقي بتسليمها مناطق حول منبج لقوات النظام منعا لتقدم الأتراك نحوها وهو شيء بلا شك يحظى بقبول إيران الدعم الرئيس الثاني لقوات النظام أما في العراق فظهرت توتر مجددا بين البلدين عندما اقتتل فصيلان في سنجار هما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا إرهابيا والذي تدعمه وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا وله علاقات طيبة متنامية مع الحشد الشعبي العراقي المدعوم إيرانيا من جهة أخرى ومقاتلين عرب تابعين لقوات بشمرقة كردستان العراق الذي يتمتع بعلاقة طيبة جدا مع تركيا أدوات محلية يستعملها الطرفان الإيراني والتركي هدفا وهدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر من المكاسب في معركة تقاسم ما يمكن تقاسمه مع القوى الأكبر اللاعبة في المنطقة نبحث في هذا الدور وهذا التنافس التركي الإيراني مع ضيفينا معنا من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد قل ومن بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية توفيق شومان أهلا وسهلا بضيفي سأبدأ من أسطنبول معك أستاذ زاهد قل يعني فعلا شهدنا نوع من التوتر تلاسن تصريحات تصعيدية بين أنقرة وطهران ثم بعد هذا التصعيد لقاء بين الرئيس أردغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في إسلام أباد وتصريحات الوزير الخارجية شوو شغلو يتحدث فيها بإيجابية عن إيران ما هي طبيعة العلاقة بين البلدين فيما يتعلق مع قضايا المنطقة ودحديدا سوريا هل هي عداء هل هو تنافس هل هو عمل مشترك كيف يمكن أن تصفهم بداية التحية الطيبة لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام يعني أنا باعتقادي العلاقة فيما يتعلق في المنطقة هي تضارب مصالح وليس تنافس يعني لا يمكن أن يعد الواقع التركي في كل من سوريا والعراق منافسا للدور الإيراني والعكس صحيح أيضا دعنا المشاهد ذلك بوضوح خاصة في العراق ماذا تريد تركيا من العراق تريد استقرار تريد علاقة اقتصادية وتجارية متينة لا يوجد هناك ما يمكن تسميته بالدور الإيراني أو الشركات الإيرانية التي تستطيع منافسة الشركات التركية في الأرض وفي الميدان أو في الخدمات حتى المناطق التي يسيطر عليها الأغلبية دعني أقول الشيعية في النجف في مناطق كثيرة في كربلاء ستجد الخدمات فيها خدمات البنية التحتية للشركات التركية وليست الإيرانية حتى فيما يتعلق بأمن المطار فيما يتعلق بكثير من الأمور ستجد المشهد التركي هو الذي يسيطر على الأمر بخلاف الوجود الإيراني الذي هو وجود أعتقد أنه يأتي على حساب تركيا بمعنى أنه يأتي على حساب التخريب بحسب الرؤية التركية لأن إيران تدعم الميليشيات تدعم حسب الرؤية التركية الفوضى في هذه المناطق وبالتالي لا يوجد هناك أمن واستقرار في العراق أو الوجود الإيراني لا يؤدي إلى الأمن والاستقرار وبالتالي أعتقد أن هناك منافسة مفتوحة في كل من سوريا وفي العراق وربما دعني أقول التاريخ يكرر نفسه في هذا السياق حتى عندما ننظر إلى تاريخ الدولة العثمانية بشكل عام وعلاقتها مع الدولة الصفوية سنجد حدود آمنة مطمئنة بين الدولتين توافق تام فيما يتعلق بالحدود لا يوجد هناك إشكالية تذكر ربما حتى علاقات مصاهرة بين الدولتين كانت قائمة لكنهما استمر فيما يسمى بحروب المئة عام في بغداد وكذلك في المناطق السورية وبالتالي أعتقد أن التاريخ بطريقة أو بأخرى تكرر نفسها في كل ما يتعلق في المشهد السوري والعراقي إذ أن الصراع الإيراني والتركي أعتقد في المنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا والعراق هو في ازدياد مطرد وأعتقد أنه مع التغيرات الإقليمية والتغيرات الدولية وخاصة تحول الإدارة الأمريكية بشكل مباشر إلى حد كبير من جعل إيران حليفة لها بشكل مباشر في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق خاصة وفي سوريا أيضا إلى جعلها أنها دولة راعية للشر أو دولة راعية للإرهاب مثل هذا الخطاب أعتقد أنه سيجعل من تركيا دعني أقول قاعدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق أسمح لي أن أخذ رأي ضيفي من بيروت سيد توفيق شمان حول توصيفه لهذه العلاقة بين تركيا وإيران وهل ممكن أن نعتبر أنه فعلا العلاقة الإيرانية في العراق هي تخريبية أنقرة ترى ذلك وبينما تركيا علاقتها في إيران وسوريا هي تقديم خدمات وبالتالي هناك مصالح للبناء وليس للفوضى أو الهدم والتخريب طحية إليك سيد يوسف وأيضا طحية إلى الزميل سيد زاهد أنا أعتقد أو أود أن أبدأ من نقطة أساسية ربما أشار إليها سريعا زميل سيد زاهد قول حول الحدود الإيرانية التركية وهي حدود ثابتة ربما من أوائل الحدود الدولية الثابتة منذ معاهدة قصر شيرين في العام 1639 هذه نقطة ربما قد تؤشر إلى أن العلاقات الإيرانية التركية يمكن إدراجها في قالبين القالب الأول هو الثبات على مستوى الحدود الدولية ومن ضمنه أيضا ما له علاقة بالعلاقات الاستراتيجية على المستوى التجاري وعلى المستوى الاقتصادي الكل يعرف بأن الطرفين يخططان لرفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما إلى ما يتجاوز الثلاثين مليار دولار زائد أيضا بأن هناك جانبان متفق عليهما بين الدولتين الأول وحدة الأراضي السورية وهي نقطة اشتباك سورية ربما نأتي إليها بعد قليل وحدة الأراضي ومنع قيام دولة كردية أو حتى كانتون كردي داخل سوريا هاتين نقطتين أنا أعتقد له علاقة بوحدة الأراضي السورية وبمنع إقامة كانتون كردي حتى على المستوى الفيدرالي من الثوابت الإطارية في العلاقة بين الطرفين التي ربما تمهد أيضا لترتيب علاقات النفوذ بينهما كان على المستوى العراقي أو على المستوى السوري طبعا بما له علاقة بالتخريب أنا أعتقد أن الرد الإيراني على مثل هذه الاتهامات أعتقد يمكن إدراجه في السياق نفسه يعني الإيرانيون أيضا يعتبرون بأن الطموحات التركية غير بناء في العراق وبالتالي هي تأتي على حساب بعض الأطراف الاجتماعية والطائفية والسياسية في المكونات العراقية كافة لكني أنا أظن بأن نقطة الاشتباك الأساسية بين الطرفين هي في سوريا ودون أن تتحول نقطة الخلاف هذه إلى خلاف على المستوى الإطاري العام الشيء الإيجابي أنا أعتقد حتى إذا سمينا الأمر مواجهة في سوريا أو تنافسا في سوريا أو اشتباكا عسكريا دمويا بين الطرفين بسوريا أو تدارب مصالح أو تنافس أو سمي ما شاء ولكن الطرفين استطاعا أن يحصران نقطة الاشتباك هذه في الميدان السوري وأعتقد بأن هذه نقطة تسجل لصالح الطرفين الآتيين من تقاليد دولتين عريقتين في المنطقة لكن يبقى أن أشير قبل أن توقف إلى أن فقط مسألة واحدة استاذ يوسف أعتقد بأن المسألة الأساسية في هذه العلاقات أن المنطقة تمر بإعادة هيكلة وبإعادة برمجة وأظن بأن الخلاف أو التباين ناتج من عدم استقرار المنطقة وعدم وجود حلول سياسية وأمنية في إطار إعادة تشكيل المنطقة أمنيا وسياسيا وربما أقتصاديا أيضا سيد زهد هنا نقطة أريد أن أسأل عنها أشرت أنت إلى إدارة ترامب والتغير في السياسة الأمريكية تجاه إيران في المنطقة هذا شيء مهم لكن هناك دور يلقى على عاتق تركيا في هذا التغير سواء من إدارة ترامب أو من أصدقائها العرب في دول خليج التي تقوي علاقاتها معها أيضا ربما في إطار مشابه كيف يمكن لتركيا فعلا أن تكون في هذا الإطار ضمن هذه المتغيرات الجديدة وأن تلبي مصالحها التي تتناقض مع إيران في سوريا والعراق وفي نفس الوقت تحافظ على علاقات جيدة مع طهران أين هي أوراق الضغط التي ستستخدمها تركيا إذا كان الحفاظ على علاقة جيدة مع طهران ثنائية هو أمر لا يجب أن يتزعزع يعني ربما نقطة الاتفاق بين تركيا وحلفائها هي نقطة فيما يتعلق بسوريا والعراق ولا أعتقد أن حتى دول الخليج ترغب بعلاقة سيئة ثنائية مع إيران في ابتداء وبالعكس هناك يد ممدودة عربية وخليجية لإيران مقابل أن تكف عن عبثيتها في كل من سوريا والعراق وفي العواصم العربية الأخرى التي تدعي إيران الهيمنة والسيطرة عليها وربما تزيد فيها من الفتن وتعرفون الاتهامات التي توجه إلى إيران من كل الأنظمة العربية وخاصة الخليجية منها بما في احتلال الجزر وغيرها من إثارة الفتنة والفوضى في البحرين وغيرها من المناطق وبالتالي أعتقد أن المشكلة مع إيران هي سياستها الخارجية وليس فيما يتعلق بالعلاقة البينية وبالتالي هناك أعتقد تفهم لهذا الموقف أو الدور التركي وخاصة أن الدور التركي أو الموقف التركي تجاه العراق وتجاه سوريا أو موقف حتى هذه اللحظة يتوافق مع الرؤية العربية وبالتالي يمكن البناء عليها في هذا السياق هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي نقطة مهمة العلاقة التركية الخليجية هي علاقة متميزة ولكنها علاقة نامية في مقابل أن علاقة تركيا مع إيران حتى في أحلك الظروف كانت ثابتة بمعنى أن تركيا علاقتها كانت مع الشاه علاقة جيدة جدا حتى عندما استولى الخميني على الحكم لم تكن هناك علاقة قطيعة وإنما بقيت علاقة بوتيرة معقولة ومقبولة رغم أن هناك دعني أقول خلافا وعداءا ربما سياسيا بين الطرفين فتركيا دولة علمانية في مقابل دولة دينية نشأت على حدودها وبالتالي أعتقد أنه رغم الخلاف بين العلمانية التركية في ذلك الوقت في نهاية السبعينيات وحكم العسكر حتى في الثمانيات كانت هناك علاقة مقبولة مع إيران رغم أن تركيا مثلا آوت في تلك السنوات سنوات الثمانينات أكثر من مليون لاجئ إيراني من المعارضة الإيرانية التي لم تجعل من تركيا مثلا على سبيل المثال منطلق لحملاتها المعارضة مما يعني أن هناك نوع من أنواع التفاهمات كانت بين تركيا وإيران وهذه العلاقة في مقابل أن العلاقة التركية الخليجية علاقة نامية بالطراد ولا أعتقد أنها وصلت إلى العمق كما يتمناه الكثيرون والمراقبون وبالتالي أعتقد أن تركيا لا شك أنها ستعمل موازنة في إطار ما يمكن تسميته بالمصالح كلما اتطردت العلاقة التركية الخليجية والعربية تحسنا وهذا الأمر بلا شك سيكون على حساب العامل الإيراني في العلاقة التركية الإيرانية طيب سيد توفيق ذكرت أنه في اتفاق بين إيران وتركيا في الموضوع الكردي تحديدا لكن الوقاعة على الأرض تقول أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني دعمته سابقا وفعالياته ضمن تركيا لها علاقات طيبة حتى مع صالح مسلم حزب الاتحاد الديمقراطي وتدعمه كيف هي هنا في هذا الإطار تحديدا حتى نفهم آلية العلاقات إذا كان هناك فعلا اتفاق بين تركيا وإيران على الملف الكردي في المنطقة كيف تستطيع إيران أن تخضع هذا الملف لمصالحها ضد تركيا يعني بهذا الشكل لا أنا أعتقد بس يعني تصويبا لمسار سياسي أتكلم كباحث هنا وأتكلم مع زميلي من اسطنبول كباحث أيضا يعني بما قاله تصويبا بس تصويب بحثي الإمام الخماني لم يستولي على السلطة كان هناك ثورة شعبية بس في الإطار البحثي والعلمي أرد كان هناك ثورة شعبية لكل يعني يعرف أن الثورة الشعبية التي جاءت في إيران مثل الثورة البشرفية في روسيا مثل الثورة الفرنسية مثل ثورات أخرى بس مقط على المستوى العلمي والبحثي أترك ذلك سريعا وآتي إلى ما له علاقة بدعم حزب العمال الكردسي أنا بحسب علمي بأن الإيرانيين لا يمكن وهنا أشدد على ذلك أن الإيرانيين لا يمكن أن يدعموا تنظيما مسلحا يهددوا الكيان التركي أو الدولة التركية أو المجتمع التركي لأنه بالمقابل دعم مثل هذه التنظيمات التي تطالب بفيدرالية أو تطالب بالاستقلال أو بالانفصال على المستوى التركي يمكن أن ترتد إلى إيران لنسى أيضا بس العلاقة بين طهران و بين جميل بايكس أعلن القائد العسكري الآن لحزب العمال كردستاني يعني واضحة ما في حزب فيها يعني في هاي هي اللعمة يعني هنا كيف تطوع الإيران هذه النقطة دون أن تخشى من النار الكردية يعني في نفسه على الأقل السيد يوسف على الأقل لم أسمع ولم أقرأ أي تصريح لأي مسؤول تركي يتهم إيران بدعم حزب العمال الكردستاني هذه مسألة مسلمة يعني اللعب في المكونات الاجتماعية والعزف على يعني العزف على أوطار الانقسام الاجتماعي يهدد تركيا مثل ما يهدد إيران لذلك لا أعتقد بأن أي طرف وهنا أشار السيد زاهد يقول بأنه بعد إسقاط نظام الشاعة عبل الثورة الشعبية في العام 1979 لجأ كثير من المعارضين الإيرانيين إلى تركيا ولكن تركيا رغم الاختلاف الإيديولوجي بدل النظامين لم تسمح لهؤلاء المعارضين بأن يحول تركيا منطلقا لعمليات عسكرية ضد إيران وهذا ينطبق أيضا على منظمة مجاهدي خلق التي ما زالت لغاية الآن يعني تسعى لقلب النظام بالقوة بصرف النظر عن قدراتها وإمكانياتها أنا أعتقد بأن هناك نوعا من التفاهم بين الطرفين بعدم خوض الحروب لا على مستوى الحدود الثابتة وذكرتها قبل قليل ولا على مستوى العبث بالمقونات الاجتماعية أو الطائفية أو تركيب الدولتين هذه مسألة ترتد على الطرفين هذه خطوط حمراء سيد زهد إذا كان لك تعليق هنا سريع لكن أريد أن أفهم منك حدود الدور التركي في إطار التغير الأمريكي الجديد يعني في المنطقة تجاه إيران وهل تثق أنقرة بأن هذا التغير حقيقي وعملي وسيكون فعلا ثابت يعني في النقطة الأولى أنا أتمنى أن يكون ضيف كلامكم من بيروت حقيقة فيما يتعلق بعدم دعم إيران للبيكيكي وحزب العمال الكردستاني صحيحا لكن الوقائع والدلائل لا أقول حتى الإعلامية وإنما حتى على لسان المسؤولين الأتراك تقول في الكثير من المناسبات أن إيران تقوم بدعم مباشر أو تقدم دعما لوجستيا لما يسمى بحزب البكيكي الكثير من العمليات من المؤكد أنها تنطلق من داخل الأراضي الإيرانية إلى داخل الأراضي التركية وهذا ما شهدنا ونشاهده في عدد من المدن الحدودية الإيرانية التركية ووجود البكيكي فيها بشكل واضح وهناك العديد من شبكات التجسس تم تقويضها هناك الكثير من الأسلحة المهربة تم ضبطها يعني الوقائع حقيقة كثيرة للغاية كما أشرت جميل بيك وآخرين من قيادات البكيكي هم معروف أنهم يقطنون في الوقت الراهن في جبال إيران وليس في جبال قنديل وبالتالي وخاصة في ظل الحملات الأمنية والجوية التي يقوم بها الطيران التركي بشكل مكثف في هذه المناطق وبالتالي أعتقد أن إيران حقيقة صحيح أن موقفها ضد التقسيم مع وحدة الأراضي السورية والعراقية وهي ضد التقسيم في كل المنطقة لأنها بإمكانها أن تكون لها عكاسات وارتدادات سلبية لها في الداخل الإيراني لكن هذا الأمر لا يمنعها ولم يشفع لها في أن تدعم بشكل مباشر ما يمكن تسميته بالانفصاليين الأكراد من أجل إثارة البلد ولا يخفى أيضا على الباحثين والدارسين تركيا وأمريكا علاقة هذه القوات مثلا في سنجار مع الحاجد الشعبي بالنسبة للخطاب الأمريكي أو الناظر حقيقة للسياسة التركية ورؤيتها للخطاب الأمريكي صحيح أن الرؤية الأمريكية رؤية متقلبة بشكل عام وهذا شهدناه في إدارة بوش وإدارة أوباما وكذلك ربما نشهده في إدارة ترامب لكن تركيا في إطار رؤيتها للمنطقة ومصالحها أيضا تراهن على هذا الخطاب أنا أعتقد أن تركيا رغم مخاوفها من تغير المزاج الأمريكي لكنها تراهن على هذا الخطاب في إطار ما يمكن تسميته بوقف الامتداد الإيراني في المنطقة العربية وهذا الأمر أعتقد أنه سيدفع تركيا بشكل واضح إلى دعم المزيد من المعارضة السورية على سبيل المثال لتقليص وجود حزب الله أو لتقليص وجود إيران على سبيل المثال في مناطق متعددة على أن يكون ربما البديل هو الروسي أو أطراف أخرى تابع للنظام السوري بمعنى هناك محاولة فيما أعتقد في كل من سوريا وفي العراق محاولة عربية تركيا على الأقل لتقليم أظافر إيران في المنطقة طيب أستاذ توفيق أيضا لو سمحت باختصار هنا يعني يبدو أنه في هذه المواجهة في تضارب المصالح تركيا تعتمد على أنه عدم المباشرة مع إيران وإنما الضغط من خلال حلفاء عرب أيضا أمريكا وبالتالي إيران تواجه أكثر من ضغط الآن في إدارة ترامب كيف يمكن لإيران التعامل مع هذا التغير الجديد في المنطقة وهل ستستخدم من جديد ربما بعض الأدوات في العالم العربي من أجل الدفاع من مسافة بعيدة وليس مباشرة من داخل إيران ما رأيك؟ يا سيدي يعني لا يمكن أن تقول لإيران إخرجي من سوريا أو العراق وتركيا موجودة في سوريا وفي العراق أنا قلت في إجابة الأولى بأنه طالما أن هناك نوع من نوع من الاضطراب في عملية رسم المصالح التركية الإيرانية خارج حدود الدولتين وبالتالي بأن المنطقة تمر بإعادة تهيكل سياسية وأمنية وأقتصادية بطبيعة الحال الدولتان الكبيرتان الأقليميتان وهما مشترك حضاري واحد مع المشرق العربي أن يكون لهم مواقع نفوذ في العراق وسوريا ولكني أنا أظن بأن الطرفين قد يخطئان إذا حاول كل طرف أن يخرج الآخر من سوريا والعراق هذا أمر مستحيل لا الثقافة المشتركة ولا التاريخ المشترك ولا الدين الواحد والحضارة المشتركة ولا المصير المشترك يطيح لتركيا أن تقول خرجي لإيران أو لا يطيح لإيران أن تقول بأن تركيا ليس لها مصالح لا في العراق ولا في سوريا وهي تجاور هاتين الدولتين المضطربتين لذلك أنا أعتقد بأن حالة القلق التي تعتري الآن العلاقات بين الطرفين محدودة في السياق السوري بالتحديد أعتقد أن هناك نوع من مواقع النفوذ كانت الإدارة الأمريكية قد رسمتها للأتراك في العراق عندما حالت دون مشاركتهم في معركة الموصل الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراض الإيراني بل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسمت خطا أحمر للجيش التركي واحتمال مشاركته كما كان يطالب الرئيس أردوغان في معركة الموصل أعود إلى ما له علاقة أظن بسوريا بالتحديد يعني خروج الأطراف غير السورية من تركيا رهن بحل سياسي عندما تكون إيران موجودة تركيا موجودة والعكس صحيح يعني لا تتوقع أنه في جملة سيد توفيق يعني أنه ازدياد التوتر التركي الإيراني بسبب التغير في الإدارة الأمريكية مستقبلا أنا أعتقد بأن السياسة التركية لغاية الآن غير ثابتة هي غير ثابتة لأن السياسة الأمريكية الإقليمية وأقصد اتجاه الشرق الأوسط غير ثابتة أشير نقطة وأنهي سريعا بأن الكثير من المواقف التركية التي تطلق كما جرى في مؤتمر ميونيك حول الأمن كان هناك نبرة عالية في المواقف تم امتصاصها على سبيل المثال للرئيس رجل طيب أردوغان ولوزير خارجيته مولود جووش أغلو في مؤتمر إيكو في إسلام أباد كان هناك انقلاب واضح على المواقف السابقة وهذه كلها تدل على عدم تبلور وعدم ثبات السياسة الخارجية التركية في الأقليم لغاية هذه اللحظة بانتظار ربما أشياء ننتظرها جميعا شكرا جزيلا لضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية توفيق شمان الشكر الجزيل أيضا لضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جل إلى هنا وصلنا إلى نهاية ملفات ورفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة ترجمة نانسي قنقر